كيف تنظر ألمانيا إلى هذا التصعيد والهدف الرئيسي منه وكذلك موقف أوروبا الذي ربما يخضع لضغوط أيضا من قبل الولايات المتحدة من خلال ضغطها على إيران ألمانيا ودول أوروبا أحلنت بأنها لن تكون تحت الضغوطات الأمريكية وبرغم اختلاف وجهات النظر والمواقف ما بين دول أوروبا وألمانيا بضمنها مع الولايات المتحدة لكن هذه المرة بعد إعلام إيران بأنها سوف تعلق جزء من التزاماتها في الملف النووي أعلنت ألمانيا وكذلك فرنسا ودول أوروبا والمفوضية الأوروبية الشؤون الخارجية بأنها تشعر بالقلق بأن الوضع أصبح غير عامل وأن عدم التزام إيران هو يعتبر تهديد ليس فقط إلى الأمن الأقليمي ولكن إلى الأمن الدولي ولذلك هي تشعر أكثر من القلق وأكثر من الخوف وربما يحصل حتى فرض عقوبات جديدة أوروبية ولذلك وزيرة الجيوش الفرنسية أعلنت بأن عدم التزام إيران ممكن أن تفرض دول أوروبا عقوبات جديدة على طهران وهذا يعني أن الموقف الأوروبي سوف يكون أكثر شدة وأجده في الوقت الحاضر بدأ يتجه ويتقارب مع العقوبات الأميركية ترجمة نانسي قنقر